كنت تتحدث عن النشأة الأولى والنشأة الآخرة و كنت توقفت عند معنى النشأة الآخرة ما المقصود من هذه الكلمة؟ هل خلقنا أو سنخلق من جديد؟ هي نشأة جديدة في التكوين الإنساني و هي آخر شيء و لكن الخلق كخلق سيعاد أي أنت كمخلوق ستعاد ثانية لكن ما هي تفاصيل خلقك المعاد يوم القيامة؟ هو كما قلت لا ندري الله أعلم لكن المقطوع به كما هو نص الآية أنه نشأة جديدة و هي آخر نشأة يعني هل سيعاد الإنسان و له نفس أعضاء الجسم الداخلية بوظائفها و تركيبها الكيميائي؟ لا نعلم لكن يظهر و الله أعلم أن الأمر سيختلف و السبب لأن الإنسان على أرض المحشر لن يحتاج لما يحتاجه في الدنيا من أجل البقاء و يدعم هذا أن أكل و شرب أهل الجنة ليس للبقاء بل لمجرد النعيم لأن بقاءهم الأبادي لا يتوقف على الأكل و الشرب بعكس حالهم في الدنيا لكن المؤكد أنهم يعرفون بعضا على أرض المحشر و كذلك في الجنة و في النار و ذلك من خلال أشكالهم و في آية العراف يقول الله عز وجل يعرفون كلا بسيماهم لكن أصل التكوين الجسدي للإنسان في النشأة الآخرة له علاقة روحية بالتكوين الأول بدليل شهادة الأعضاء على الإنسان يوم القيامة كما في الآية الكريمة نعم نفهم دكتور أنه كجسم الإنسان و ملامحها العامة ستكون نفس الشيء تقريبا ولكن هناك اختلافات ثانية قد تكون داخلية في الأحجام و في غيرها نعم لكن ما ندري عن أهل في الأحجام الأحجام لا ندري عنه لكن كما ذكرنا سيكون نشأة أخرى لا نعرف عن تفاصيلها لكن الأشكال يعرف بعضهم بعضا و أيضا الأعضاء لها علاقة روحية بالنشأة الأولى بدليل أنها تشهد على الإنسان نعم